هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم مشاهدين من جديد في فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بن تنبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها السادسة اليوم هو اليوم الثالث من أيام المسابقة والتنافس شديد بين حافظات كتاب الله تنافست اليوم عشر من المتسابقات وهن إسراء محمود السيد حسن داود من مملكة البحرين رقية بالدي من غينيا بيساو أسماء ربيع صالحي من تنزانيا ماس عبد الرحيم محمد نزال من فلسطين إيث واز أونج من ماينمار سالم عبد السميع أحمد من ليبيا سالم حسين حاجي من الهند بشرى إسماعيل حسن مطالقة من المملكة الأردنية الهاشمية فاطمة ستوربه من سيراليون رضي أغوني من طوغو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أولا أحمد الله كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشكر الله على أن من علي بوجودي بمثل هذا المكان ثم أشكر طبعا والدي أشكر والدي الأستاذ الدكتور محمود داود وأشكر أمي طبعا الذين لم يدخرا جهدا في تحفيظ القرآن منذ الصغر أشكر كل القائمين على هذه المسابقة أشكر دولة الإمارات الحبيبة أشكر حكومة دبي أشكر الشيخة فاطمة حفظها الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع جرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم جئت هناك ليمثل دولتي وفرحت جدا بمهذه المسابقة التي تكون أرقى مسابقة عالمية للنساء وأشكر القائمين عليها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى أن يصطفاني لحفظ كتابه كاملا غيبة وأشكر والداي وأشكر مدرسي ومدرسات القرآن الكريم وجميع القائمين على هذه المسابقة وأشكر الشيخ فاطمة بن تنبارك على إقامة هذه المسابقة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين لا يؤمنون والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد لذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم وأمرت أن أسلم لرب العالمين الحمد لله رب العالمين كانت تجربة رائعة من حيث التعارف على ثقافات أخرى وإضافة للمهارات الشخصية نشكر الدولة المستضيفة الإمارات لاستقبالهم وحفاوتهم لأهل القرآن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما وكان سيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا السلام عليكم ورحمة الله أنا سلمة من الهند أشكر الله تعالى أن شاركت في هذا المسابقة تمنى أن نكون من الفائزات إن شاء الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنا الطالبة بشرى إسماعيل حسن مطالقة من المملكة الأردنية الهاشمية شاركت في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك أحمد الله على هذا الفضل العظيم وأشكر والدي وأشكر معلمتي وكل من علمني حرفا من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واعلموا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا حسبقي حقيقة اليوم ما ترجمت لنا هذه المسابقة العظيمة مسابقة الشيخ فاطمة بن مبارك يحفظه الله ترجمت لنا نصوص قرآنية ونصوص نبوية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهو تنافس شريف بين المتسابقات من جميع أنحاء العالم وكذلك رأينا الخيرية التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أن تعلم القرآن وعلمه رأينا هذه النماذج العظيمة في تلاوة القرآن الكريم حقا تعلموا الأدى والتلقي والمهر في القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة رأينا اليوم أصوات ندية عطيرة في تلاوة القرآن الكريم يند لها الجبين بالعكس بل رفعوا من سمعة تحفيظ القرآن الكريم نهيكم عن هذه الجائزة العظيمة التي عمرها اليوم تجاوز الخمسة وعشرين سنة جائزة دبي الدولي القرآن الكريم التي سمعتها ارتفعت إلى سابع سماء وما ذاك إلا دليل على هناك جهود عظيمة على رأس الشيخ المستشار إبراهيم بو ملحة والطاقم الذي يحيط به من أكبر الهرم إلى أصغرهم وهذا دلال على أنهم امتثلوا شعارا عظيما مفاده أو خلاصته علم وعمل صدق وإخلاص تميز هذا اليوم من أيام المسابقة بحضور وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برئاسة سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة وعضوية السادة المدراء التنفيذيين ومدراء إدارات قطاع الشؤون الإسلامية وكبار الوعاظ والمفتين حيث استمع الوفد لتلاوات بعض المتسابقات وبعد ذلك توجه الوفد إلى مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حيث اطلعوا على معرض السلام عليك أيها النبي الذي تستضيفه الجائزة كبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ثم توجه الوفد لزيارة مركز محمد بن راشد المكتوم للمخطوطات القرآنية ومعرض كسوة الكعبة المشرفة هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الأغر والذي تتسامى فيه هذه النفوس الطيبة التي تسعى دائماً وأبداً في التنافس في أهم وأشرف مجال ألا وهو مسابقات حفظ القرآن الكريم من هذا المقر شهدت الكثير الحقيقة إمارة بيبدات ودولة المارات العرب المتحدة الكثير من الفعاليات التي تسعى دائماً وأبداً توصل للعالم من أرض دولة المارات العربية المتحدة هذه الجائزة بكل مكوناتها واليوم تحطن هذه الجائزة في هذه الدورة كذلك جائزة سمو الشيخة فاطمة الكل يدرك أن هذا العمل لا بد أن يكون وراه من يدعمه سواء المستوى المعنوى والمستوى المادلي وتبقى النتائج إن شاء الله مرتهنة بما يقدم المتسابقون وكذلك المتنافسون في أفضل مجال نتمنى دائماً وأبداً أن يذب الله سبحانه وتعالى على دولتنا هذا الأمن والأمان في ظل هذه القيادة رشيدة موثلة في مقام سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإلى مقام سيد صاحب السمو الشيخ عمد بن راشد عن مكتوم رئيس الدولة ورئيس مجلزر حكم دبي وإلى الفريق المتميز على هذه الجائزة ومنذ سنوات التي تقوم بدور متميز سواء في شقها الدعوي وكذلك في شقها الإسلامي وكذلك في شقها الإعلامي نتمنى لجميع النجاح والتوفيق وأنه سدائماً وأبداً يقيم أن يديم على دولة المرات العلم المتحدة الأمن والأمان ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله مشاهدين الأعزاء فعاليات الدورة السادسة من مسابقة الشيخ فاطمة بن تنبارك الدولي هل القرآن الكريم مستمرة قاداً موعدنا مع حلقة جديدة من يوميات المسابقة تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة للجائزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر